اشتركوا في القناة وان رؤى سلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه احمد بسنة الجيل وابودابول وقال سئل احمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا فقال ابن مسعود يكره هذا كله وفي البخاري عن قتالة قلت لابن المسيب رجل به طب او يأخذ عن امرأته ايحل عنه او ينشق قال لا بأس به انما يريدون به الاصلاح فاما ما ينفع فلم ينهى عنه يعني يقصد يقرع عليه النشرة هذه اول النشرة تحمل معنين تحمل حل السحر بالسحر وحل السحر بالرقية الشرعية يعني هذا ما التبس على كثير من الجرح فتكلموا انه يجوز ما يجوز قليل اخره اذا كانت الحل السحر بالسحر لا يجوز مقرقا ان لا يمكن ان تحل السحر بالسحر حتى تتقرب الى الجنة بالشرك وكيف يعني تشرك بالله عشان تأتي به مسألة ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ما جعل اشباعكم في حرام او نحو هذا او كما قال صلى الله عليه وسلم والحرام اكبر الحرام السحر او الشرك بالله عز وجل لانه لا يتم السحر الا بالشرك فلذلك ان يقصد به كان النشرة ينذر بها الرقية يعني يقرأ هذا ما يقصده يعني هذا العالم والامام احمد رحمه الله تعالى لا يمكن لانهم لسوا مشرعين مع الله عز وجل حتى يسمحوا بالشرك قال الله عز وجل افلا يتجبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هن يقول لا تشرك يكون فيه خل لكن عند الله عز وجل قوله واحدا كالآية الوحيدة كله هو البحر من اي جهة اتيتم كله ما من نبيه وقال في عراف الله عز وجل واذا فعلوا فهجذا قالوا وجدنا عليها ابانا والله امر النبي قال الله عز وجل سكت ووجدنا عليها ابانا انه حق وجدوا عليها ابانا لكن امرهم الله بها لا فقال الله عز وجل قل ان الله لا يأمر بالفحشة يعني اكبر الفحشة هو شرك بالله كيف يعني عالم يقول روح حل نشرب نشرب سحر بسحر أبدا حتى الذي ادعاه في اخذ يعني في وقتنا هذا رجع عنها عندما يعني ردوا عليه وقذوا للحمد وجزاء الله خير رجع للصواب وترك يعني القول الباطل هذا وجزاء الله خير وجزاء الله خير إنه الرجوع للحق يعني الحق وحق وجدتبع نساء الله أن يجزي خير على الرجوع قال ابن قيم النشرة حل السحر على المسحور وهي نوعان ها فصل فيه ابن قيم أحدهما حل حل بسحر مثله هذا حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحبه فيبطل عمله من المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز يعني هذا بحد يقول في شيء قالوا سألنا بأسنا قالوا يا رسول وكنا نلقي في الجاهلية قالوا أعرضوا علينا قبل أن تأتي قبل أن تكون نبي كان أبانا وإجدادنا وكذا يرقون ونحن نلقي يعني تابعا لهم قال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقا مالكم فيها شرك صلى الله عليه وسلم بما جاء في التطيري وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمنا وقوله قالوا وقوله قالوا طائركم معكم عن أبي رجل رضي الله عنه وعلى الله عليه وسلم قال لا عجوة ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه زاد مسلم ولا نو ولا غول ولهما عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم لا عدوة ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة أي لا طيرة تؤثر ولا هامة تؤثر ولا صفر يؤثر في الكون أو في القدر ما قدره الله الذي يمن هو موجود لكنه باطل كوجود الآلهة مع الله عز وجل أم اتخذوا من دونه آلهة كما جاء في القرآن في عسين إن يلدني الرحمن مضرر لا تغني عني شك أتخذوا من دونه آلهة الآية يعني موجودة لكنها ليست حق قال تعالى ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به هنا أيضا قال لا طيرة لا تأثير لها يعني ولا هامة أي لا تأثير للهامة كلها خرافات وخيات تخيلات وخزعبلات موروثة ولا غول وله ما عن أنس قال قال رسول الله سلم لا عدوة ولا طيرة ويجب من الفعل قالوا وما الفعل شف يعني أنسا بدلما يدخل في الوساويس يكون عنده فعل يحسن الضم بالله عز وجل قال الكلمة الطيبة يعني بدلما تجي تقول يحصل كذا ويمكن كذا كل place من الشيطان يوسف في صلة للناس في صدر للناس وعلى الناس من الجنة ونما قال أعوذر بالناس وليس نلي اله الناس من شلzip واسواه الذي خناس أي بسببه بسبب الشيطان الخناس من الجنة أي بسبب الناس الذي نفسهم والناس من الجنة والناس أي من الجنة انها له们 الشرب مثل الشياطين يوسفون كوسفة الشيطان في القرون والأبي أنه لا يوجد رؤية الناس بذلك الله فالنهائي نفسك لا يوجد رؤية الناس لا يوجد رؤية الناس ونحن نفسه دائماً هو دائماً ونحن نفسه الأول قديمنا يخير الناس اخير ونحن نفسه ماذا تبقى؟ او ادوان هل تخير مثل دائماً؟ بابيته ولا صفر هو شهر صفر يقدم خير أو يؤخر شر أعوذ بالله أنا له ذلك لا إله إلا والأبي داول سنة صيحة عن عقبت من عامل قال ذكر الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا دفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك الله أكبر يعني دول الملد ليس لها تأثير اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت يعني غير الله ما ليس له تصرف الكون ولا يدفع السيئات إلا أنت كما قير الله عز وجل ليس له تصرف الكون لا جلبا ولا دفعا لا رفع ولا دفع يعني الرفع إذا جاء المرض وقع يرفع والدفع قبل أن يقع يعني كان واحد رسوله كرة تدفع يعني لا تصدم فيك الدفع تدفع هذا لله سبحانه وتعالى ليس لأحد من صرف الكون لا إله إلا الله يعني ألا شيء سبحانه وتعالى أنا متصرف لا كاتشيء وني يعني عبو زي صرف غير الله عز وجل كما جو أبني وقع بإذنه كما كي ضررني أكي لا بد أن يكون فيه خير جانب لنمكي التأليم من الله عليك لأن الله عز وجل أفعاله وبادة ما هي شيء شر أبدا هي حكمة أصلا فالحكمة وضع الشيء في موضعه وهي لله عز وجل هو الذي يؤتي الحكمة من شر سبحانه وتعالى ولو من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة تشركون الطيرة تشركون وما منا يعني الصحابي يقول وما منا ابن مسعود يعني ما منا علامة استفهام إلا أن الشيطان يوسس له هذه الأمور ولكن الله يذهبه أيش بالتوكل لا إله إلا الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وإن كنتم مسلمين كما جاء في يونس وقال موسى يا قومي إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا على آيات الله والتلميذي صحابه جعل آخره من قول ابن مسعود ولأحمد بن حديث ابن عمر ما ردته الطيرة عن حاجته بقل أشرف يعني كانوا ذاكي أبو هيك قلوبة قال إيش أنا في صفر هيك فاسا يعني بطلنا على نفس أنه أنا في صفر أعوذ بالله هذه يعني تطيرت بالصفر أو تطيرت بالطيرة أو تطيرت بالغول التخيلات قالوا فهما أن يتفق الأشرف قالوا فما كفارت ذلك يعني أشرف إيش كفارت قلوا وقع أولد قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك الله أكبر يعني تفوض الأمر الله عز وجل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لأنه هو مولانا وعلى الله فلزوك المؤمنون وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك يعني يتحقق الطيرة العمل بها تأثيرها على قلبك وعدم العمل بها أن تعمل بها وليس لا تأثير في قلبك ما أمضاك أو ردك يعني إذا ردتك الطيرة إذن قلبك مليئ فيه يعني يتقاد غير الله يعمل أو له فعل أو له صرف الكون وإن أمضيتها يعني الشيء العلامات التي تذكر في الجاهلية أمامك وأمضيت وتركتها بإذن الله عز وجل وتوكلت على الله عز وجل دليل أنه إيش ليس لا تأثير على قلبك وتأثيرها موجود كما قال الصحابين وما منه إلا أن يذبه وبالتوقع إذا وقعت يعني تدفعها لا تدركها تأثر عليك زيها مثل الحسد وقع في قلبك قاوم وخره عنك يعني كالشيء أنت المفطور عليه لا بد أن يأتيك كوسواز وكشي يدخل عليك لا بد أن توخره ولا تعمل به مثل الظن فإذا ظننت فلا تحقق ظنيت في فلان كذا ابعد الظن هذا لا تكون أتحققت الجسس عليه يعني تقع في منصيب أخرى بين الظن ثم تجسس ثم مساء الله العافية يعني دو أبنا إن يزو ما إيش وما مننا أهيئنا أبنا يزو أزم جهيش تو يا زاكي ما مفتر أكتو ما كفرد ذلك وقيد يارقى يا فانا إيش أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك يعني كل ما في هذا الكون من خير فمنك يا ربي الله أقول ولا طير إلا طيرك ولا إله غيره يعني بابنا جنة جنة التفاؤل يعني فتفاؤنا بك يا ربنا ما في شيء يعني طيره وليل تأثير له خير أم شر ولا إله غيره لأن كل ما يتصرف إلا إله في الكون وهو إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وعلى الله يتوكله كما قلنا مكفل آقابان إن كنتم مؤمنين وعلى الله يتوكله إن كنتم مسلمين يعني إيمانك فل لا يجب أن تتوكل إيمانك ضعيم لا يجب أن تتوكل إن كنتم مسلمين يعني لا يوجد إيمان كن تتوكل الله أكبر وله من حديث الفضل من عباس إنما أطيرة ما أمضاك أو ردك يعني لأبندي هنا كلم أبو كيف يتنفيح إن كن تتوكل إن كن تتوكل إليه إن كن تتوكل إن كل قوم علامة يوسوسون عليها في العرب يرون الطيرق وغير العرب يرون أي أصفر وكذا إلى آخرين يعني كل قوم لهم شيء تشعامون به يوم السبت عدد 11 عدد 7 وكذا وخرابة كلها من الشيطان لكن هذه كلها تأثر عليك واخرها وتوكل على الله عز وجل إذا رجعتها فأنت ضعيف فيك رددك الطيرة راجع إيمانك وتوكلك على الله عز وجل هيك أقوم أراجعش وبجون تهوء كذا يقولي ناسا أن المكان هذا خطر هذا من علامات أعرفها في أدلة قطعية ما نتكلم عن أشياء وساويس ليس لا حقيقة إن نساء ما يجي وخاطر مكان فيه أسر يخش يقول ألسلس إنه أنا متوقع لا أحد ما يتوقع تهور هذا ولا تقوم عليك ولا تهلك أو فيه ثعبان النساء الله وكذا إلى آخر أما يعني مجر وساويس خطر في بارك هذا الأمر سيحصل كذا وحيصلي ما أتوفق فيك لا هتكذب من الشيطان توكل على الله خالفه خالف وساويسه والتي يعني يلدها بخلبك يعني واضحة إن شاء الله ونحن نجد الإطالة اللهم أن نحق حقه ونسقنا تباعه ونباقه ونظرنا لجنابة ولا تجعلون التبسة عنها فنظل فهمنا نرقى على الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نتم هذا الكتاب لذي الشرح المبسط ونسأل الله القبول من الجميع وفق الله لما يحب ويرضى والله أعلم وسأل الله عليه وسلم على أذي يصيبوني يسأل الله لن تلقى فيه أيام القادمة جزاكم الله خير اشتركوا في القناة